اشتركوا في القناة عن موضوع معين لكن بسياقاتها عشان نكون صورة قرآنية عن هذا الموضوع ولياكم مثلا انا عايز اكون صورة قرآنية عن كلمة المتقين او من هم المتقون فاجمع كل الآيات التي ذكرت التقوى وذكرت المتقين واجمعها بالسياق بتاعها بيبقى ثلاثة اربع آيات قبل وبعد الآية طبعا ده بحث كبير بيبقى والواحد بيقرأ فيبدأ يكون صورة كاملة عن المتقين ازاي القرآن بيرى المتقين او بيقدم لي او الكافرين او المنافقين او اي ان كان انا الحقيقة عايزة اوريكم حاجة انا عملنا سلسلة اسماء الله الحسنة بالانجليزي هنا في مسجد شرق لندن وحضرنا اسماء الله الحسنة بالطريقة دي من القرآن الكريم وطلع لنا حاجات عجيبة جدا ومن اروع ما يمكن تعالوا ناخد اسم من اسماء الله الحسنة هو اسم الواحد اسم الواحد حبينا نحضره من القرآن على طول فلاقينا انه جه ست مرات في القرآن سورة يوسف يا صاحب يا السجني ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار فجي مع اسم القهار في سورة الرعد قل الله سورة الرعد 16 قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار فجي مع اسم القهار سورة الزمر لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار جي مع اسم القهار برضو ثلاث مرات قهار هو اصلا اسم الواحد جي ست مرات سورة ابراهيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار برضو مع القهار سورة غافر 16 يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار خمس مرات الواحد جي مع قهار اخر مره جي فيها اسم الواحد جي مع اسم ايه سورة صاد 65 قل إنما أنا منذر وما من اله إلا الله الواحد القهار يبقى اسم الواحد جي ست مرات كلهم مع اسم القهار صدفة لا مش صدفة طب ابحث عن اسم القهار وجدنا جي كم مرات ست مرات كلهم مع الواحد إذن الواحد والقهار ماجوش أبدا إلا مع بعض مفيش مره الواحد التواب مفيش مره الواحد الغفار كل مره الواحد القهار الواحد القهار الواحد القهار الواحد القهار أمر عجيب يجعل الإنسان يفكر ليه اسم الواحد دايما جاي مع القهار ربنا واحد ده شيء كويس أو لوحش شيء كويس أوي إحنا فخورين إحنا مواحدين وإحنا زي المشركين وبعد نقول المسيحين إيه إنتوا بتشركوا بالله إنتوا بتوعبودوا ثلاثة يقولك لا 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 إنتوا مش فاهمين حاجة يعني ما إحنا عبودش ثلاثة إحنا بنوعبودوا واحد برضو فينفوا عن نفسهم تهمة الشركة يقولك لا إحنا مواحدين برضو فكون إن ربنا واحد هذا شيء إيجابي في الدين هذا شيء إيجابي إن الله إله واحد نفخر في دينا بإن إحنا دين غير متعدد الآلهة لكن إيه الشيء السلبي الوحيد في كلمة واحد إيه الشيء السلبي في كلمة واحد حاجة واحدة إنها توحي بالضعف يعني واحد جاني متأخرت اتأخرت ليه عشان أسنا تخنقت في الشارع يا طب حصل إيه لا ما تخافش تخنقت مع واحدين لكن لو قالت خنقت مع اتنين أو مع تلاتة أو مع عشرة ده أكيد ضرب لأن القطرة فلا تغرب الشجاعة فالتنين أو التلاتة أقوى من الواحد لكن فلما ربنا يقول إن هو الواحد فجابها دايما مع القهار أنا واحد آه بس قهار أنا الواحد القهار خد ها من الناحية التانية من ناحية القهار ربنا هو القهار طب هل فيه قهار آخر؟ هو قهار واحد فهو قهار واحد وهو الواحد القهار أرجو يكون وصل التدبر اللي أنا بقول لكم عليه لكن هو دي ميزة إن الإنسان يجمع كل ما ورد فيه موضوع معاين أو فيه اسم معاين نجينا بنحضر اسم العلي العلي اسم الأثمان اللي هو حسنة فوجدنا إن هذا الاسم جه سبع مرات أو تمن مرات مرتين مع اسم العظيم وست مرات مع اسم الكبير فهنلاقي جينا يا بحثنا على اسم الكبير لإينا الكبير جه ست مرات خمس مرات مع اسم العلي والمرة السادسة مع اسم المتعالي يبقى فيه علاقة بين الكبير والعلي والمتعالي اللي هم جايين أصلا من نفس الجذر والعلو سبحان الله ربني يقول لك إيه عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال كبير متعال وجد كمان خمس مرات مع اسم العلي ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم طب نبص في السياق دي في سورة البقرة 255 اللي هي آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كلمة في سياق البعث والقيامة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم فالعلي جاد في سياق البعث والقيامة سورة الحاج 62 ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير إحنا عايزين نفهم السياق نرجع بقى كم آية الوراء عشان نفهم السياق بتاع آية الحج 62 هنلاقي من الآية 55 لل59 يتكلموني عن إيه ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم سياق البعث والقيامة الملك يومئذ لله يحكموا سياق البعث والقيامة والحكم ربنا يحكم في هذا اليوم يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هجروا في سبيل الله ثم ختلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا السياق كل سياق البعث والقيامة والحكم سورة لقمان 30 ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير العلي جات مع الكبير السياق ايه؟ ارجع أيتين لورا إلى آية 28 بتقولك ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ما خلقكم ولا بعثكم السياق البعث برضو روح بعدها بأيتين يا أيها الناس اتقوا ربكم وخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة كلام عن الساعة والبعث والحساب سورة سبق الآية 23 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق قالوا الحق وهو العلي الكبير العلي جات مع الكبير سورة سبق 23 طب السياق ايه؟ ارجع لي ثلاث آيات الورا وهات لآيتين بعدها الآية 20 بتقول ايه؟ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ هات بعدها بأيتين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسألوا عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم كلام برضو عن سياق البعث والحساب سورة الشورى أربعة له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم العلي قت مع العظيم شورى أربعة تعالنا نشوف السياق بتاعها الآية 7 بتقوليه سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير وما اختلفتم فيه من شيء دل آية عشرة فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت إليه أنيب برضو سياق سياق البعث والقيامة والحكم الآية في سورة النساء 35 34 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب من حفظ الله والتي تخفون نشوزهن فعظوهن وهجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا علي جات معا كبير كمل بعدها وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها سياق مش بعث ونشور لكن سياق الحكم وأي حاجة بتكلمني عن البعث والقيامة بتكلمني عن الحكم إن ربنا بيحكم بنا إذن السياق اللي ورد فيه اسم العلي هو سياق الحكم القضاء ربنا يحكم بين الناس طيب خلي بالك إن الحكم لازم يكون أعلى واحد القاضي قبل ما يقضي يبقى عالي عشان يرى أفضل من المجتمع كله ويرى أي عقوبة يوقعها يوقعها ولا يخففها يخففها ولا ما يوقعهاش خالص إذن الحكم لازم يكون عالي لكن خلي باكم الحكم أعلى واحد مش بالضرورة يكون أعظم واحد ولا أكبر واحد ممكن قزم يوقف على أكتاف عملاق فيرى أفضل منه فربنا هو الحكم ده من أسماء الحكم وهو العلي لكنه أيضا العظيم والكبير إنه مش كل حكم ومش كل عالي هو أعظم واكبر واحد فربنا هو العلي كل مرة جات العلي جمعها العظيم أو الكبير أرجو يكون الكلام واضح بس فعلا سبحان الله هذا القرآن هو الفصل وليس بالهزل من اعتصم به نجا ومن تركه هلك لا تخلقه الألسن اقرى زي ما تقرى ما بيدبش من القراءة بالعكس ولا تنقضي عجائبه دي بصراحة كلمة دي معلقة معايا دايما هذا يعني حديث ضعيف لكن لا تنقضي عجائبه عجائب القرآن مستمر عما لا تظهر كل يوم دينا فيه نبأ من قبلكم وفصل ما بينكم وخبر من بعدكم جزاكم الله خيرا ونراكم إن شاء الله في الدرس الحادي عشر وهنتكلم فيه عن تناسب الآيات في أول الصورة مع الآيات في آخر الصورة والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم بإذن الله في درس القادم سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر